السلام عليكم ورحمة الله في هذا الدرس سوف نتعرف على أفضل أو أشهرتات خصائص موجودين في النسخة الحديثة من Blender 2.8 أو 2.9 أول هذه الخصائص من Open فإذاً بيظهر عند هذه القائمة في الآن بيظهر قائمة LoadUI هل أنا عايز أستورد أو لو كان نسخة قادمة من 2.7 هل أضيف النسخة القادمة من نفس اللي أو أتولى والنسخة الحديثة هلغيها فلود لواي هستخدم النسخة القادمة ثانياً عندي هنا طبعاً فلتر ممكن نختار الامجز وكل فلتر ممكن نختار فقط ثانياً عندي هنا على حسب بظهر الملفات على حسب أي شكل ده كده كان أولاً ثانياً اوقف سيكون في الاخير أو في الاتلائنر هكذا بلغي بالأر أب ودون بروح لأي أبجيكت بالإلراء تقليق ورفة إلاء أبجيكت اه طبعا انا اتخيل اني عندي كده عدة كاميروات تجد جزء التالت فده كده كل واحدة فيهم بهذا الشكل فانا لو لو انا كنت هنا كده بضغط زيرو دي الاولى دي التانية دي التالتة فعلى حسب بضغط فقط على هذا الزر الاخضر فبيظهر لي كل view لأي كاميرا وده طبعا ما كانتش والود في النسخة السابقة واخيرا بإذن الله في هذا الدرس اليوم انا دي عندي عدة بلاينات كالتالي او خناف الكاميرا فانا عايز اعيدني ال name في control F2 battery name انا بقول له replace find replace كل اي حاجة اسمها كام استبدال هالي اي حاجة اسمها كام استبدال هالي ولي اكون بي test وهنقول له نختار الكل لان انا مش مختارين اي شيء لو فقط مختار بلين او الكاميرا فنختار selected لكن اوكي فانا غيرهم لي لتست اختار اه لغة كام وحط مكان تست مرة اخرى اختار باتشير نيم الغي كاميرا وحط مكان هولي اكون اه بلين اور كام اه عندي test e a r a test e r a اصبح عندي كام واحد كام اثنين كام ثلاثة